96 ميليمترا من الأمطار تهاطلت على مدينة المحمدية في أقل من 24 ساعة اليوم مدخل المحمدية الغربي مغلق مغلق ليس بسبب الأمطار إنما على خلفية تسرب غازي بمدار بالقرب من دوار الحاج بمدخل مدينة المحمدية الصورة لمحمد بدوي والمتابعة معك زهراء أيتيح حواجز تمنع المرور إنزال أمني مكثف والسنفار لعناصر الوقاية المدنية بمعداتها مدخل مدينة المحمدية من الجهة الغربية بات مطوقا فرد ذلك تسرب لغاز تنبعث منه رائحة البطان بحسب المرة تفاجئنا بهذا التسرب في هذا المكان الذي كانت واجده به حاليا الآن لا تحدد النوع كان بعض الناس يقولون أنه غاز كان بعض الناس يقولون أنه ليصنص مني كيتبخر كيعطياد رائحة ولكن مني كان شموه بحكمي أنا أشميت كان الناس مدينة لغاز يحادي المدخل الغربي المطوق المنطقة الصناعية يعبر هذه المنطقة أنابيب تنقل البنزين المثورد من الميناء نحو مستودعات التخزين لم يحدد بعد مصدر التسرب وعليه يبقى على المنطقة مطوقة ومغلقة في وجه حركة السير والمرة حفاظا على سلامة المواطنين ودرءا لأي حادث قد يتسبب به هذا التسرب اشتركوا في القناة